السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم كان في صديق سألني عن ازاي بقدر اشارك شاشة الموبايل بتاعي مع الكمبيوتر بصراحة الطريقة انا باستخدمها انا قد مترضد قبل ما تعمل الفيديو ده لان الطريقة لها شوية مطلبات يعني لازم يكون الجهاز عندك جهاز الكمبيوتر يكون شغال بويندوز تين اه تمان عندك لازم يكون الجهاز في واي فاي يعني لابتوب بيستخدم واي فاي او لو جهاز بي سي عادي بيبقى فيه فلاشة الواي فاي اللي تستخدمها اه للواي فاي الموبايل كمان لازم يكون فيه خاصية اللي هي اه او عرض شاشة الهاتف على التلفاز او على الكمبيوتر اه طبعا بيبقى كل اه موديل او كل شركة بيبقى مسلا مسميها اسم تاني مختلف ولكن هي في النهاية استخدمها واحد بيبقى ممكن اسمها كلمة بس بس موجودة كده بس اه على حسب الاسم اللي هم الخاصية تبقى موجودة عندك طب لو الحاجات دي مش موجودة عندك في اه موضوع احنا كنا اتكلمنا عنه قبل كده على المدونة هسيلكم الرابط بتاعه اسفل الفيديو تقدر تستخدمه اه لازم تكون الويندوز بتاعك كمان اه يكون اتنين وتلاتين بيت مش اربعة وستين باشتغلش على اربعة وستين ده بالنسبة للموضوع اه او للطريقة التانية للناس اللي معندهاش المطلبات اللي احنا قلنا عليها طب عشان ما تقولش عليكم اكتر من كده يلا بنا عطول نروح نبتدي هي الطريقة بسيطة جدا مش تحتاج فيها اه اه اي كابل او اي حاجة اي واصلات ولا اي تطبيقات هي كل حكاية هتروح على انت طبعا لو بنستخدم هوندوز هنا هنروح على كايمة ستارت هنا ونروح نبحس كونيكت سي او ان ان هيجي معنا كونيكت اب زي كده هنفتحه بعدين بقى بنروح للموبايل بنروح نشغل الموبايل بتاعنا طب شباب بنروح في الخطوة دي بقى على الموبايل زي ما قلنا بنروح على الاعدادات ومن الاعدادات بنروح اه زي ما قلت لكم هي عندي هنا انا بستخدها مثلا هواي واي نين اه مكتوبة فيه هنا توصيل الاجهزة على اه شركات تانية ممكن تبقى مكتوبة بس اه كلمة بس انك تقدر تبس لشاشة الهاتف اه ممكن في ممكن تلاقيها مكتوبة مشاركة شاشة الهاتف مع اه يعني على حسب فاقوة هتلاقي دايما جنبيها الايكونة بتاعة شكل الهاتف وجنبيها اه شاشة تانية اه طبعا شما اطولش عليكم هنخش الوقتي على توصيل الاجهزة وبعدين توصيل الاجهزة هنلاقي هنا اه عرض لاسلكي هندوس عليها كده مجرد هتدور شوية على الجهاز يا دورت ولاقيته عطول ما خديتش وقت اه وبعدين هندوس مجرد ما ندوس اوكي هنا كده هيتم التوصيل على الشاشة الكمبيوتر اه طبعا اه اه لو حصل وفي اي مشكلة فهتعمل رستارت يعني كت بتعمل معايا كده في الاول كنت بعمل رستارت الكمبيوتر اه الجهاز بتاعي بتاع الكمبيوتر واعمل اعادة تشغيل تاني وكان اه بيتم اه التوصيل بدون اي مشاكل طبعا دلوقتي اي حاجة بتعملها على الجهاز بتوصل بتبقى على الكمبيوتر اه كمان في حاجة كويسة جدا او يعني ميزة ميزات اللي في الخاصية دي طبعا اي يعني مش مجرد بس هي بتنقلش ملفات يعني عشان خاطر المتفقين انها بتنقلش ملفات هي بس بتقدر لو انت بتشرح حاجة على الموبايل بتقدر تصورها على الكمبيوتر ده اه كمان فيها لو الحاجة كويسة اللي بقول لكم عليها ان انا دلوقتي لو شغلت في اليوتيوب مثلا اه بشغل اي فيديو مش اليوتيوب اي فيديو او اي حاجة اي حاجة بشغلها على الموبايل الصوت بتاعها بيجي في الكمبيوتر او زي من شايفين الصوت اللي طالع دلوقتي طالع من الكمبيوتر مش من الموبايل فدي كويسة جدا انكم نتشوف اي فيديو حتى اي فيديو عندي على الموبايل هقدر اسمع صوته من طريق الكمبيوتر كده تنامي شباب اتمنى تكون الطريقة واضحة معاكم ومفاشاية مشاكل بالنسبالكم ومطالبات دي تكونوا موجودة عندكم طبعا للناس اللي ما عندهاش للأسف با انا باعتذلهم طبعا انا باستخدامها من زمان للناس اللي ما عندهاش آآ الخواص دي او الحاجات دي في الموبايل بتاعها تقدر تشوف الرابط الموجود اسفل الفيديو وفيه موضوع كده كناتكلمنا عنه آآ لي للناس اللي عندها وندوز اتنين وتلاتين بت بس لاربع وستين ما بيشتغلش عليه. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا النهاردة لأشكركم طبعا للمتابعة وأتمنى يكون استفدتم من موضوع حلقتنا النهاردة أتمنى طبعا لو استفدتم منساش تضغط لايك على الفيديو واريت منساش الاشتراك معنا في القناة وشكرا لمشاهدة واشوفكم ان شاء الله على خير في حلقات تانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله وبركاته